أخفق مجلس النواب مجددا في مناقشة قانون الموازنة الاتحادية بعد انسحاب الكتل الكردية وتحالف القوى العراقية من جلسة اليوم التي أدرجت فيها فقرة قانون الموازنة على جدول الأعمال وأدى انسحاب نواب الكتل الكردية وتحالف القوى إلى اختلال النصاب القانوني للجلسة ما تسبب بإلغاء عقادها حيث يعترض النواب على التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 حيث يطالب النواب الكرد برفع حصة الأقليم ويطالب تحالف القوى بتخصيص مبالغ لأعمال المناطق المحررة ويعادة النازحين وتعويض المتضررين